أعربت وزارة الخارجية في بيان لها على استنكار دولة الكويت واستهجانها الشديدين لما ورد خلال المقابلة التلفزيونية مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف العمال في الجمهورية اللبنانية شرب الوهبة من إساءات بالغة تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها وأشارت الوزارة إلى أن سعادة نائب وزير الخارجية السفير مجدي أحمد الضفيري قد استدعى مساء اليوم الثلاثاء القائمة بعمل سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة هادي هاشم حيث سلمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استهجانا واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمهورية اللبنانية حضر اللقاء سعادة السفير أيهم عبداللطيف العمر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير